أهلا بكم من جديد وإلى الملف اليمني حيث نفى الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان توقيع أي اتفاق بينهم وبين الحوثيين وذلك في عقاب لقاء بين زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي والقياد في الحزب زيد الشامي وفي الجنوب ارتفعت الأصوات المطالبة بالانفصال وذلك خلال تظاهرة حشدة في عدن شارك فيها عشرات الآلاف لإحياء الذكرى السابع والأربعين لاستقلال عدن والجنوب عن بريطانيا تفاصيل المشهد اليمني المركب وتطوراته على الأرض في أروقة السياسة في سياق هذا التقرير تقارب غير مسبوك لم يسفر عن أي اتفاق وذلك بلقاء ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في صعد شمالي البلاد اللقاء الذي لم يدم طويلا ناقش ثلاثة ملفات منها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشركة الذي وقع مؤخرا بين الفراقاء اليمنين بالقصر الرئاسي وبإشراف أممية ويسعى الحوثيون من جنيبهم لإعادة إنتاج الاستراتيجية التي اتبعها حزب الله في لبنان وهو حليف وثيق الصلة بإيران فاستغلوا التأييد الشعبي بين اليزيديين بالإضافة لاستعراض القوة العسكرية للهيمنة على المشهد السياسية ويرى مراقبون أن هناك تطورين مهمين ساعدة على صعود الحوثيين في الفترة الأخيرة هما التحالف التكتيكي مع صالح بالإضافة للعلاقة مع إيران ويقول مسؤولون يمنيون أن علي صالح الرئيس اليمني المعروف بمناوراته كان يريد التخلص من الإسلاميين الذين يرى أنهم السبب في سقوطه بعد 33 عاما في السلطة ومن أجل ذلك تحالف مع الحوثيين على أمل أن يفسح عدم الاستقرار المجال أمامه للعودة للسلطة عن طريق انقلاب ويبدو أن الأمور تزداد تعقيدا على الساحة السياسية اليمنية بعد أن خرج آلاف الجنوبيين في مسيرات حاشدة في مدينة عدن في ذكر انتهاء الاحتلال البريطاني لليمن مطالبين بالانفصال وإعادة الوضع إلى ما قبل عام 1990 حين توحد اليمنان الجنوبي والشمالي الأمر الذي من الممكن أن يعرض اليمن لمزيد من التشرزم والدخول في حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس ونناقش حول هذا الموضوع ومن صنعات تنضم إلينا ناشطة السياسية نورة الجبل وأيضا أرحب بالستوديو بالكاتب والمحلل السياسي اليمني سيد محمد جميح أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع سيدة نورة سيدة نورة يعني أناطق باسم حزم التجمع اليمني للإصلاح نفى أي توقيع بين الحزب وبين الفثيين خلال اتفاقهم الذي تم ما الذي أصفر عنه الاجتماع إذن الاجتماع كان عبارة عن لقاء ودي ما بين حزب الإصلاح وبين السيد عبد الملك الحوثي للتقريب بين وجهات النظر على أساسه بإذن الله سيكون هناك اتفاق طبعا ليس هناك اتفاق مكتوب وقد نفاه الطرفان يعني نفى أن يكون هناك اتفاقا مكتوبا ولكن من زاوية إيجابية هذا اللقاء يعتبر خطوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة هذا طبعا ما ندعو إليه أن يكون هناك اتفاقات بين الأطراف في اليمن للوصول إلى تسويات تجنب اليمن الحرب سيد محمد يعني هل كما ذكرت سيدة نورة هو فقط في إطار اتفاق ودي أم هناك نقاط معينة خرج عنها هذا الاجتماع له كما ذكر الطرفان لم يكن هناك اتفاق وإنما كان اجتماع للتمهيد الاتفاق هم ناقشوا شفهيا فيما يبدو بعض الأشياء منها عودة المنهوبات التي نهبها الحوثيون من حزب الإصلاح كما ذكر بيان الإصلاح ومنها أيضا تطبيق مخرجات الحوار الوطني لكن في تصوري أنها خطوة أولى يعني على طريق المصالحة بين الطرفين إن كانت هذه المصالحة مصالحة تكتيكية من أجل كسب الوقت أو من أجل كسب عدد من نقاط السياسية فأعتقد أنها ستفشل لكن إن كانت استراتيجية تصب في إطار مصلحة الوطن وإطار المصالحة مع الفرقاء السياسيين الآخرين فأنا في تصوري أنها ربما تؤتي ثمارها لكن لست متفائلا على كل لأن كثير من الاتفاقات من هذا النوع حصلت في الماضي البعيد والقريب ولم تسفر عن شيء يعني هناك اتفاقات حصلت ضمن إطار لقاء المشترك بينهم وبين الحوثيين وهناك اتفاقيات ثنائية أو اتفاقات وتفاهمات ثنائية بين حزب الإصلاح وبين الحوثيين أيضا كل هذه الاتفاقات لم تسفر عن شيء حد اللحظة المشكلة أن الحوثيين يوقعون على شيء ثم يمارسون غيره لأنهم لديهم مشروع واضح المعالم مشروع مرتبط بإيران بالإقليم لا يتورعون ولا يخجلون عن إظهار هذا المشروع وينفذونه بالقوة المسلحة يعني هذه الاتفاقات اتفاقات سياسية لكن الحوثيون يعتبرون أن السياسة لن تأتي لهم بشيء وبالتالي البندقية التي حققت لهم وحرضت لهم أشياء الكثير طيب سيد نورة هل تتفقي مع ما ذكر سيد محمد أن الحوثيين ما يوقعون على شيء ولا يلتزمون بما يتم التوقيع عليه خلال الاتفاقات لا أظن أن هذا الكلام يعني قصة أنه غير متفائل أنا عكسه تماما أنا متفائل جدا بمستقبل اليمن وبأن هذه الاتفاقيات ستجد طريقها إلى التنفيذ لأن عادة أن يحدث بالاتفاقيات أن يكون هناك أشخاص يعرقلون تنفيذ هذه الاتفاقيات ربما من خارج الأطراف التي تقوم بهذا الاتفاق وبالتالي يحدث بعض العرقلات ولكن حتى الآن سيدة نورة لم يعلن عن وجود أي اتفاق أصلا حتى الآن نفى حزب الإصلاح وجود أي اتفاق من الأشخاص إنها خطوة أولى نعم إنها خطوة أولى خطوة أولى مجرد أن يكون هناك لقاء بين حزب الإصلاح وتوجهه إلى صعدة للقاء عبد الملك الحوثي هذه تعتبر خطوة إيجابية جدا أنا لا أرى أنها خطوة سلبية وأنا يعدع جميع اليمنيين أن يكونوا منفتحين على بعضهم أكثر وأن يكونوا متفهمين جميع الأطراف عليها أن تتفهم الأطراف الأخرى لأننا جميعا إن لم نكن يدا واحدة فاليمن لن تنتقل إلى مرحلة التنمية نحن الآن نعيش مرحلة من الصراعات بين الأطراف وهذا ليس في مصلحة جميع الأطراف الآن ينظر الشارع اليمني والشعب اليمني ينظر إلى هذه الصراعات بين الأحزاب ما يضعف موقفها جميعا ولهذا اتفاقها يعتبر بالنسبة لهم هو نقطة قوة نعم ونحن ندعم هذا الاتفاقات ونتمنى نتمنى أن تنجح في العرب سيد محمد يعني يجري الحديث عن أن هناك أطراف خارجية هي التي دفعت باتجاه هذا الصلح بين الحزب وبين الفثيين يعني من هي هذه الأطراف وما مصلحتها من ذلك؟ طبعا هي مجرد تكهنات وتحليل أن هناك أطراف خارجية أنا في رأيي أن الحاجة الداخلية هي التي دفعت إلى هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات لكن في إطار من يذكر أن هناك ربما يكون هناك نوع من التفاهم الإقليمي بين دول الإقليم هناك من يطرح مسألة أن هناك وضع جديد سيكون في اليمن هناك ربما تتم تشكيلة جديدة لمجلس رئاسي يعد له في الداخل يكون مكون من اثنين من الجنوب اثنين من الشمال ورئيس لهذا المجلس الدول الإقليمية معنية في إطار ما يمكن أن يسمى بمبادرة خليجية جديدة ربما لا تزال أفكارها تتداول بين دول الخليج وعمان على وجه التحديد في هذا الإطار يمكن أن يفهم مسألة التوافق الخارجي على إحداث مثل هذه المصالحة في الداخل لكن في تصوري الشخصي أنها مصلحة داخلية إن مشت الأمور على ما يران لكن عندما أقول أنني غير متفاعل فأنا لدي كثير من الوقاعة والشواهد هناك اتفاق 21 سبتمبر الذي وقعه الحوثيون التزمت الحكومة والتزمت الأطراف السياسية الأخرى بكل ما عليها إلا أن الحوثيين لا يزالوا أن اليوم محتلون صنحام ويمارسون الأعمال الباشعة عن طريق ميليشياتهم في المدن الأخرى سيدة نورة ما هو موقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح من هذا الصلح كيف يمكن هل من الممكن أن يؤثر على علاقة علي عبدالله صالح بالحوثيين المؤتمر في صفحته على الإنترنت وعبر تصريح للأخ الجندي ورحب بهذا الاتفاق ووصفه أنه يسير في المسار الصحيح وأن حزب المؤتمر يتوجه إلى هذا نفس التوجه حول المصالحة الوطنية الشاملة وقد ربما بعض المؤتمرين قد يقلقون من هذا الاتفاق ولكن رسميا تم الترحيب بهذا الاتفاق طيب ما الذي خرج عنه اجتماع المبعوث الأممي جمال بن عمر بالقيادات من الحوثيين يعني ما الذي أسفرت عنه حتى الآن هذه الاجتماعات حتى الآن لم يصدر بيان رسمي ونشر حولها نتيجة اللقاء ولكن هناك ترحيب من الحوثيين بما طرحه جمال بن عمر مع بعض الشروط مثلا قصة نزع السلاح أو قصة بسط نفوذ الدولة هو الحوثيين يرون أنه لا بد من تواجد دولة قوية حتى يكون هناك انسحب للشعب ما يسمى اللجان الشعبية التي هي تفرض الأمن في اليمن هناك شرط أن يكون هناك دولة قوية في مقابلها طيب سيد محمد والتي هي تفرض الأمن ما الذي أسفر عنه هذا اجتماع جمال بن عمر بالحوثيين برأيك بقيادات الحوثيين هناك مطالب من الحوثيين بدمج أعناصر الحوثيين بالجيش كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ أنا في تصوري أن عبد الملك الحوثي كان يتفاوض مع جمال بن عمر في الساعات الأخيرة قبل دخول قواته صنعاء وكان يخادع جمال بن عمر داخل صعدة وقواته تحاصل صنعاء مثل هذه الشخصية لا يمكنه ثق بها مثل هذه الحركة لا يمكنه ثق بها لأنه كان على تفاهمات مع جمال بن عمر قبل يوم 21 سبتمبر الماضي اليوم الذي دخلت فيه قواته ومليشيا صنعاء جمال بن عمر الآن للأسف الشديد أصبح يمثل غطاء سياسيا ودوليا للحوثيين لتخريب الدولة اليمنية الحوثيون اليوم يقولون نحن مستعدون لتسليم السلاح والانسحاب من المدنعة بشرط أن تحضر الدولة وأن تكون هناك دولة قوية من هو الذي أنهك هذه الدولة؟ هم يتحججون بحجة حزب الله اللبناني عندما يقول الحزب أنا سأسلم سلاحي عندما تحضر دولة لبنانية قوية وجيش قوي وهو الذي أنهك هذه الدولة وهو الذي أضعفها وهو الذي دخل في مؤسسات دولة واستلبها اليوم يراد لنا في اليمن أن نستنسخ تماما التجربة اللبنانية طبعا بمواصفات إيرانية وذات المواصفات دولة داخل دولة مليشيا تحكم الدولة وتحكم فيها والعذر موجود لن نسلم أسلحتنا لأن الدولة غير قوية وأنتم الذين أفسدتم الدولة وأنتم الذين خربتم وأنتم الذين احتللتم عاصمة البلد وذهبتم تنصبون أنفسكم مكان الدولة تحاربوا الإرهاب تحاربوا القبائل تحاربوا المخربين لا لا أنا أعتقد أننا نتعامى عن المشكل الأساس في اليمن المشكل الأساس ليس هذه الاتفاقات ثنائية أو هذه الاتماعات التي لا تسمون لا تغنم جوع المشكل الأساس أن هناك جماعة ميليشاوية طائفية تريد أن تستلب قرار الدولة وأن تكون هي الدولة وأن تشكل دولة داخل الدولة وأن تتحكم نراء الستار لأنها لا تريد أن تظهر في الصورة لأنها لو ظهرت في الصورة فإن الإقليم والعالم ربما لا يكون راضيا عنها شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي اليمن يا سيد محمد جميح وشكر موصول أيضا للناشطة السياسية نور الجبل كانت معنا مباشرة من صنع شكرا لكم إلى العنوين خمسون قتيلا من داعش في كوباني والتحالف يشن ثلاثين غارة على التنظيم في سوريا العباد يتعهد بإقرار موازنة عام 2015 خلال عشرة أيام وبرزان يناقش في بغداد القضايا العالقة وفي اليمن حزب الإصلاح ينفي عقد أي اتفاق مع الحثيين خلال اللقاء الذي عقد بينهما قبل أيام أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر